السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال وقتم الصحة من يومين كده توتنهام قرر ان هو يققيل جوزي مورينيو من تدريب الفريق بس محدش خد لباله للموضوع ده لان احنا كنا موجودين في خدم الموضوع بتاع الدوري السوبر الاوروبي اللي طغى على اخبار مورينيو تماما وده بيخلينا نتساءل هو ايه اللي وصل حال لمورينيو لحد كده كل لما مسك مورينيو توتنهام قال ان هي ممكن تكون خطوة العودة بالنسبة لمورينيو لمدرب كبير في عالم التدريب كان في فترة من الزمان لكن اعتقد ان دي حتكون النهاية بتاعة مورينيو وممكن نقول ان احنا مش ممكن نشوفه في انجلترا تاني او على رأس فريق كبير تاني في الفترة اللي جاية فالله بينا دوس لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعالوا نتكلم عن اقالة مورينيو من توتنهام في البداية كده قبل ما نتكلم عن سبب اقالة مورينيو من توتنهام او الاسباب اللي قدت ليفي ان هو يقيل مورينيو من ادارة توتنهام لازم نفهم مفهوم بسيط المفهوم البسيط ده هيكون حوالين كلمة تدريب ايه معنى كلمة تدريب لو جيت سألت اي واحد وقلت له هو ايه معنى كلمة تدريب يا باشا هتلاقي ان هو بيقولك ان ان انت تقعد تكرر الشيء نفسه كذا مرة او عدة اشياء كذا مرة لحد لما تتقنها فلما نيجي ناخد منها بقى اللي هو الوظيفة مدرب يعني انت بتدرب بعض من اللاعبين على بعض الاشياء فبتخليهم يتقنوها عشان يبقى مستواهم احسن وعشان يبقى عندهم القوة اللازمة انهم يقدروا يخوضوا مباريات معينة ويفوزوا بيها من خلال قوة التدريب دي اللي بيثبتوها داخل الملعب في المباراة لما تيجي تطبق الكلام ده على اي مدرب وتقيس عليه هتلاقي ان في مدربين قدروا ان هما يضيفوا للفرق بتاعتهم اشياء ظهر داخل الملعب وقدروا انهم يطوروا من فرقهم ومن اسلوبهم ومن بعض العناصر في فرقتهم اما بعض المدربين فممكن تلاقيهم ان هما لم يضيفوا الجديد ولكنهم وصلوا لمستوى معين متطور ومش قادرين انهم يتطوروا اكتر من كده او يطوروا الفرق اللي بتبقى تحت ايديهم اكتر من المستوى ده وده مستوى الطب او الليفل النهائي بتاحهم لكن لما تيجي تبص لمورينيو فحتلاقي ان هو خد منحنى كبير جدا في التطور منحنى تصعدي في بدايته ولكن بعد كده بلاقي ان هو من بعد حقبة الانتر بالظبط لاقي ان المنحنى ده ابتدى في الانحضار الشديد وكل ما له في كل تجربة بينحضر اكتر من التجربة اللي قبلها وتحس كده ان مفهوم التطور لدى مورينيو اصبح شيء مع الدوم تماما وشيء مش موجود تماما في كافة او في صفحة الراجل ده مورينيو عشان نعرف هو ليه اضطرد من توتنهام لازم نجيب المسيرة من بدايتها لازم اروح لحتة تم سؤال مورينيو فيها وتقال له ان انت بيتقال عليك مدرب دفاعي وساعتها مورينيو اجاب في نفس اللفظ قالك انا جبت مع الريال فوق الميت هدف كاكتر فريق يسجل وياخد اللي يجا اهداف وتيجي تقول لي ان انا مدرب دفاعي لا انا مش مدرب دفاعي وبصراحة كده لما تيجي تحلل اسلوب وبالنسبة لي انا لما اجي احلل اسلوب مورينيو ساعة لما كان في تشيلسي اولا وبعدها في ريال مدريد وبعد كده في الانتر مش ممكن اقول عليه المدرب الدفاعي البحث انا كنت عن نفسي بسمي اسلوب مورينيو هو الاسلوب الخاطف والهجوم الخاطف مش هو الهجوم المرتد او اللعبة على المرتدات على الرغم من ان الاسلوبين متشابهين لكن اصل اسلوب المرتدات او الاعتماد على المرتدات بيكون هو اسلوب دفاعي اصلا بمعنى ان انا بارجع لمناطقي واقفل مناطقي واقفل تلتي الدفاعي كويس جدا وفرقتي كلها تبقى ورا الكورة وابتدي استنى بقى اي غلطة من الراجل اللي قدامي او من الفرقة اللقصادي واني احاول اني اوجه الفرقة اللقصادي لمناطق قوية عندي دفاعيا عشان اقدر استغل مناطق القوى دي واقطع الكورة منهم وبعد كده تلاقي ان كل واحد يتحول من الدفاع الى الهجوم او ناس معينة من الدفاع للهجوم وهي اللي بتقدر تعملك الهجمة المرتدة الهجمة المرتدة في الاخر اللي هي بيكون في الغالب مش منصقة هو متفق على مين هما اللي حيرتدوا من الدفاع للهجوم او اللي حيشاركوا في الهجوم ده لكن ما بتكونش منصقة للدرجة وبتعتمد على مهارة اللعيبة وبتعتمد على الكرياتيب بتاع اللعيبة عشان نقدر نوصل لمرمى الخصم اما الهجوم الخاطف اللي كان بيعمله مورينيو فهو ما كانش بيركن للدفاع بالطريقة دي وقتها ما كانش فيه حاجة اسمها الضغط العالي كما كان يطبقه ليفربول كنا معها كلوب لا كان متواجد ان انا ادافع ممكن دفاع منطقة ادافع من نص ملعبي حتى ممكن ان انا ادافع من قبل نص الملعب فرق مورينيو وقتها كانت بتدافع دايما من تلتين الملعب بتسيب التلت الدفاعي بتاع المنافس ما بتضغطش فيه ما بتحاولش ان هي تاخد الكورة منه ولكن كان بتضغط في التلتين من خط النص وانت نازل ممكن نقول نص الملعب كانت بتحاول انها هتضغط فيه وعند لما بتقطع الكورة وما كانش مهم فين الكورة هتتقطع المكان اللي هتتقطع فيه كورة ما كانش مهم جدا لان اللعيبة حافظة ازاي هترتد هجوميا مين اللي حيجري وحيجري فين بالزبط وايه المساحة اللي حيجري فيها وحيستغل لانه مركز من مراكز المنافس هي اللي حيجري فيها وتتلعب له الكورة فيها وتلاقي في لحظة من بسطين او تلاتة بقى عندك لاعب متواجد هو وحارس المرمى بيعتمد وقتها على مهارته ان هو يسجل الهدف ده وما كانش فيه لاعب واحد اللي منوط بالموضوع ده مع مورينيو لا كان فيه اكتر من اللاعب هو اللي بيعمل الحكاية دي وتيجي تلاقي ان مورينيو مثلا في المباريات اللي هي قصاده فرقة اقل منه او فرقة ضعيفة ما بيلعبش على الاسلوب المرتد وانما بيلعب استحوازي نوعا ما بيستقسد قصاد الفرق دي وكنا بنشوف ان تشيلسي بيقدر ان هو يعمل اهداف كتيرة او اسكور على فرق معينة وبرضو ريال مدريد كان بيقدر ان هو يعمل نفس الحكاية دي لكن الموضوع ده اختفى من بعد ما ساب مورينيو الانتر وتحس ان مورينيو من وقتها وهو في انحضار وهو كده شغال بينزل بي كيرف كمان وكمان 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 مورينيو تحس ان هو عنده حتة غرور كبيرة جدا وما ينفعش كده يخش على فريق مليان بالنجوم وإلا حتلاقي ان في مشاكل بتحصل المشاكل دي حصلت في فترته الاولى مع تشيلسي مع ريال مدريد مع الانتر مع تشيلسي مع مانشستر نايتد وايضا مع توتنهام الراجل بيحب دايما ان هو يكون القاس نمرة واحد وما فيش حد يقدر يتكلم عن حد تاني الا هو او ينفذ حاجة تانية الا لما هو يقول عليها وبشهدت اللاعبين هو الراجل كان بيبقى فاهم الفرقة اللقصاده بتلعب ازاي وفاهم كويس ايه مكامن الخطورة بتاعتها ومكامن الضعف بتاعتها لكن لما تيجي تبص لمورينيو من بعد زي ما قلت حقبة انتر ميلان تلاقي ان مورينيو دايما بينزل بفرقة بتبص لمكامن القوة بتاعت الفرقة اللقصاده وبتحاول ان هي تغطي عليها وان هي تقفلها تماما بدل ما يبص لمناطق القوة اللي عنده في فرقته اللي يقدر يستغل لها وما وقفش الموضوع عند هنا بس مع مورينيو لا دا بيقى بيستخدم الاسلوب دا ان هو يوقف نقاط قوة الخصم لقصاده وقصاد كل من هب ودبه وبعد ما كان بيستخدمها قصاد الفرقة الكبيرة وتلاقي ان مورينيو بينزل في الاول للند للند وبعد كده لما يلاقي تفوق الفرقة الكبيرة دي يبتدي يرجع لانه يرجع الورا ويقفل مناطق ويلعب على الاسلوب دا لا بيقى بيستخدمه مع اي فريق وده خلى حتى الفرق الصغيرة ما بتعملش اي احترام او بتعمل اي منظر قوة للفرقة اللي بيمسكها مورينيو اي فرقة صغيرة بتخش تلعب للند للند لفرق مورينيو مهما كان اسم الفريق اللي هو بيدربه مورينيو وما كانش دي مشاكل مورينيو بس اللي هي المشاكل الفنية والتيكتيكية لا بل تعدى الموضوع دا وزي ما قلتلك كده غروره اللي بيخليه دايما عايز يبقى رقم واحد في الفرقة او اي شيء يحصل ينسب لمورينيو اي نجاح يحصل اي حاجة تحصل في ارضية الملعب تنسب لمورينيو ما تنسبش لاي لعب تاني دا خلى يخش في تصادمات مع لعيبة كتير وشفنا دا طبعا لما حصل في شيلسي في الفترة التانية مع ديجو كوستا شفنا دا مع بوكبة في منشستر نايتن شفنا ايضا الكلام دا مع الندونبلي في توتنهام ولكن طبعا محدش علق على الموضوع دا مع الندونبلي لان الندونبلي كان في فرقة زي توتنهام ما هيش الفرقة الكبيرة او هو اللاعب اللي نقدر نتكلم عليه او اللي يجزب الانظار عشان نتكلم عليه على الرغم من ان الراجل دا لما كان في ليون كانت فرق اوروبا حتموت نفسها عليه وان هي تستقطبه ولكنه اختار ان هو يروح توتنهام فما كانتش مشاكله مع توتنهام هي مشاكل فنية فقط لغير وان توتنهام مش من علية القومة قام بقيم البيك سيكس وده الشيء يرجع فيه الفضل لبوكوتينيو اللي كان موجود قبلك واللي زي ما قلتلك قبل كده فيه مدربين بيوصلوا لمرحلة تطور معينة مع الفرقة ما بيقدروش ان هما يتخطوا لمرحلة دي وده كان اللي حصل مع بوكوتينيو جاء مورينيو بالزخم بتاعه لتوتنهام على اساس ان هو لما يبقى عندي مدرب كبير حيضعني في الصورة حيخلي فيه كلام كتير علي واحنا عارفين ان مورينيو اللي بيصاحبه من الاعلام والمشاكل اللي بتحصل دي انا عايز ده دانيال ليفي وتوتنهام كانوا عايزين الكلام ده عشان توتنهام يظهر اكتر واكتر على الفرق اللي اصاده وبخبرة الراجل ده وبالاسلحة اللي موجودة عندي واللي حتموت عليها بقية الفرق اقدر ان انا احقق البطولات وابتدي مسيرتي ومسيرة توتنهام في العودة الى سكة البطولات اللي يعتبر فريق توتنهام وجماهيرو نسيوها تماما لكن زي ما قلتلك هو دخل في تصادمات مع لعيبة كتير اتكلم عن لعيبة كتير ولان اللعيبة دي مش هي اللعيبة نمبر ون او اللعيبة اللي هي زي ما نقول السوبر ستار فما كانش فيه رد فعل كبير منهم لكن بالتأكيد مورينيو في نظري اضاف حاجة هو اضاف لكين بالزبط هو الوحيد اللي انا شايفه استفاد من مورينيو في حاجة جديدة خلقها مورينيو اني خلى المهاجم ده مش راجل مهاجم صندوق او راجل بيلعب حوالين التمنتاشر فقط لا غير لكن اداله حتة صناعة اللعب خلاه يقدر ان هو يبقى محطة لصناعة اللعب بالنسبة لتوتن هام ودي كانت اضافة مش موجودة عند كين ويمكن حاليا سعره علي اكتر بسبب ان احنا بنشوف الموضوع ده اه هي جملة واحدة اللي بيعملها مورينيو كان مع توتن هام ولكن الجملة دي كانت فعالة جدا وعشان اثبتلك ان الجملة دي كانت بتعتمد على مهارة اللعيبة قبل ما تعتمد على تدريب مورينيو لتوتن هام فلما تيجي تبص على لوكاس مورا او حتى على صن هتلاقي ان الاتنين بيستخدموا المهارة بتاعتهم في تخليص الكورة اللي جايالهم من كين وعشان كده بنلاقي ان كين وسن سجلوا اغلب الاهداف ما بينهم هما الاتنين لان الاتنين دول متفاهمين ايضا مع بعض من قبل ما يكون في مورينيو بيدرب توتن هام مورينيو مدرب بصراحة تقدر تقول ان هو عفى عليه الزمن انحضر بمستوى التطور بدل ما يرتفع به او حتى يبقى في صف ثابت لا بينحضر وكل موسم بنلاقي ان هو بيقدي وبيقدم موسم اسوأ من الموسم اللي قبله وفي الاخر بنلاقيه ان هو بقي بيلوم حاجات كتير ما كانش مورينيو بيلومها قبل كده كنا بنشوف ان مورينيو ممكن يتكلم على التحكيم ممكن يتكلم على لعيبة وما يهمهوش اي حد ومين اللي حيرض عليه او ايه العقوبة اللي حتتوقع عليه لكن حاليا بنلاقي ان مورينيو بيخاف ان هو يتكلم اصاد التحكيم وبيعزي اي هزيمة توصله او تحصله لسبب ما خارج ارادته التدريبية او ادارته التدريبية لتوتن هام مورينيو مدرب بصراحة انا واحد من الناس ازعل عليه لان انا كنت فرحان جدا لما جيه مسك منشستر لنايتد وكنت بقول لقاء الجريحين مورينيو مجروح من تشيلسي واحنا مجروحين من بعد السير واكيد هنعمل شغل مع بعض وان كنا اعملنا دوري اليوروبا ليج او الكاس اليوروبا ليج اللي فوزنا بيه واللي انا بعتبره زي ما قلتلك قبل كده زي تشامبيونز ليج في نفس المنزلة بتاعت تشامبيونز ليج لما فوزنا بيه لسبب واحد ان هو تاريخيا خلانا منشستر لنايتد الفريق الخامس اللي حقق كل الالقاب الممكنة اللي حصلت تحت اليوروبا فده السبب الوحيد يمكن اللي انا ممكن امسكه كنقطة مضيقة لمورينيو معنا لكن مورينيو فترته مع منشستر لنايتد كانت سيئة جدا فترة سولي شاير للحد دلوقتي الراجل تدري بيا مش كويس او حتى ان هو ما حتحصلش على بطولة بالتأكيد بالنسبة لي افضل من فترة مورينيو لاني سولي شاير جبر كتير من الكسور اللي كانت موجودة عندنا في منشستر لنايتد واللي هي اغلبها كانت خارج الملعب واللي تسبب فيها مورينيو بيتسبب فيها في كل فرقة بيمسكها مورينيو لكن هل مورينيو حاليا ممكن نشوفه في فرقة اوروبية كبيرة بصراحة ما اعتقدش يعني هو ممكن من باب الهزار اقولها لكني اكلتكم هادريدي يقولوا ان احنا هنعمل كده افجريد من سيميوني لمورينيو فهمني ممكن يفكروا في الموضوع ده يقولك هو الراجل ده بيفوس بالبطولات يعني واكتر من سيميوني اوه على نفس النهج واللي اتنين بصراحة يعني عتبر ان هما شطابوا تدريب كورة اول حاجة التانية اللي ممكن يلاقي مورينيو نفسه فيها هي انه يدرب في طالية تاني فرق بتعتمد اصلا على قوتهم الدفاعية ومورينيو حاليا مدرب دفاعي صرف مش ممكن اقول عليه حتى مدرب زي ما كنت بقول عليه قبل كده متوازن ما بين الدفاع وما بين الهجوم بس كانت دي قصة مورينيو حاليا في اوروبا وفي انجلترا تحديدا واللي اعتقد ان مفيش اي نادي في انجلترا حاليا مهما كان وضعه ومهما كان مركزه وحيفكر ان يجيب مورينيو يدرب تاني عنده وممكن تبقى حتى اوروبا كلها مقفولة على مورينيو ويبتدي يفكر يا اما في تدريب منتخب من المنتخبات اذا كان داخل اوروبا او في تدريب فرق خارج اوروبا وخارج قارة اوروبا النهاية ده كان كل اللي عندي عن اقالة مورينيو من توتنهام بس المهم عندي رأيك انت تقولهلي في الكومنتات ايه رأيك في اقالة مورينيو من توتنهام وايه اسوأ حاجة شايفها في مورينيو حاليا بيستخدمها دايما ولازم يتخلى عنها اذا كان حابب ان هو يرجع لسكة التدريب تاني ونرجع نشوفه مدرب كبير تاني زي ما كان في وقت من الاوقات بيتبارة وكل الصحافة ما بتتكلمش اللي عنه وعن جوارديولا على الرغم من وجود كوادر تدريبية عالية جدا في انحاء المعمورة اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته